بدنا نيجي إن شاء الله نشوف مع بعض اليوم في هذا الفيديو كيف أنا ممكن أفعل الفلاش في طلق المكالمات وأفعل الفلاش في طلق الرسائل في جميع أجهزة الأندرويد سامسونج، شاومي، ريلمي، واوي، كل أجهزة الأندرويد كونوا معنا إن شاء الله الآن إن شاء الله لا تنسى اللايك واشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد ويلا إلى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا اليوم جيب لكم خمس أجهزة شاومي، سامسونج، هواوي، شاومي، ريلمي هذه الخمس أجهزة أعملكوا عليهم إن شاء الله شرح كيف أنت ممكن تعمل عملية اللي هو الفلاش أو سواء في المكالمات أو في الرسائل ما تنساش تدعمنا في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم، هياب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين إن شاء الله اليوم بدنا نيجزي ما حكينا إن شاء الله في المقدمة إنه إيش بدنا نعمل في موضوع الفيديو بس في كلمتين صغار بحب بحكينه في ناس كانوا بسألونا على الخاص بيقولوا لي غزة يعني إيش فيها ووين هي تقع؟ قطاع غزة هو عبارة عن يعني لما أقول لها لما تسمع خبر في الأخبار أقول لها غزة يعني إنه يعني غزة، خانيونس، رفح، البريج، المغازي كل قطاع غزة زمان كان يقولوا قطاع غزة، اليوم بيقولوا غزة رجوها يعني صارت في غزة بدل قطاع غزة عسبة أخف هذا هو الموضوع يعني بس كلمة غزة وقطاع غزة نفس الإشي ما بتختلف ولا أي شيء الحمد لله وضع غزة زي ما هو، الوضع على ما هو قصف قصف والشهده شهده 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 لحت الفيديو هذا 192 شهيد مع حوالي 1300 إصابة وربنا إن شاء الله من عنده الفرج بيجي من عنده والحمد لله المعنوية عالية ونهرب تقدح في الميدان والحمد لله رب العالمين على كل حال نبدأ في الفيديو كيف إحنا بننفعل عملية الفلاش في الرسائل وفي اللي هو معنا يعني عام الإشعارات والمكالمات في الهواتف اللي بدي أعرضها في الله خلينا نيجي على عرض الأجهزة ونشوف كيف ممكن نفعل هذه الميزة نيجي أول حاجة للريدم 9 نيجي هنا على سجل المكالمات شايفين سجل المكالمات؟ طلب معي هنا في هنا الترس هذا طبعا الجهاز فيه تسجيل مكالمات أنا الآن بحكي عن تطبيق شاومي الموجود بالأجهزة فيه تطبيق شاومي فيه تطبيق جوجل يعني الأجهزة اللي فيها تسجيل مكالمات شوف معي تبع معي اللي هو شايف الترس تضغط عليه هاي سجل المكالمات نضغط على الترس فيه هنا عندك إعدادات المكالمات الواردة بيجي عندك بيجيك اللي هو الشغلة هذا فيه عندك هنا شغلة يسمى وميض هايها وميض ضوئي عند الرنين وميض ضوئي عند الرنين هنا في شاومي هيجيك وميض ضوئي عند الرنين مش عند الاشعارات عند الرنين ونشوف الان هين مرن عليه تمام والجهاز صامت بس كيف هاي مكالمة هاي المكالمة بترن وهي ايش بعطيك اللي هو الاضاءة تمام لو جينا بعطنا رسالة انبعت رسالة كتبت فيها مرحب وهي برسلتها طبعا مش هيعطيك ولا اي اشارة بس فقط للمكالمات خلصنا نيجي الان نشوف الجهاز اللي بعده الشاوم التاني الجهاز الشاوم التاني هايو المي تن المي تن نيجي على الهان الاعدادات على اللي هو طبعا هذا عليه اللي هو تطبيق جوجل نيجي على سجل المكالمات سجل المكالمات في اللي هو تطبيق جوجل اللي موجود في اجهزة شاومي نيجي عليه نيجي على الثلاث نقاط اللي فوق نيجي على الاعدادات وبعد الاعدادات في عنا المكالمات وبعد المكالمات في عنا شغلة اسمها اعدادات المكالمات الواردة نضغط عليها في عنا اربع خيارات الخيار البدني الخيار الاخير. وميض ضوئي عند الرنين. بنفعله زيك. بقول لك استخدم ضوء الفلاش. آآ للاشعار عن المكالمات. هذا ايش? يعني الشاومي تعتبر او يعني نظامها للمكالمات مش للرسال. وكمان لو بدك تفعل الرسال انتظر شوي. كمان خليك تفعل كمان الرسال. خلصنا من الشاومي الان. هاينا اجهزة الشاومي خلصنا منها. حطناها مع شقة هيك. الناشي يوم الان. خلينا نيجي على الاجهزة مسلا اللي هو الرلمي. الرلمي فيش فيه اي صعوبة. نيجي على الرلمي? وهي عندك سجل للمكالمات. نفس الاشي. لانه تطبيق جوجل وهنا منيجي هنا تلات نقاط وهي عنده الاعدادات. وبنا اللي هو بعد الاعدادات فيه انه حسابات الاتصال. فينا بعد حسابات الاتصال. وله فيه عندك وميض عند الاتصال. سيضيء وميض الكاميرا. فور ورود المكالمات عند قفل الشاشة او ايقافة. و بتفعله وبصير عندك اللي هو وميض عند الاتصال. هيا. سيضيء وامير الكاميرا عند فورة ورود مكالمات. تمام. الان احنا موضوع المكالمات عملنا في الرلمي وعملنا في الشاومي. خلصنا منهم. نيجي للواوي. الواوي اللي هو الهواوي. طلع معايها. بالنسبة لهواوي. هواوي ما فيش فيها موضوع اللي هو انه انت تقدر اه تعمل عملية تفعيل الفلاش اه في المكالمات او في الرسائل. فبتيجي تعمل اللي هو خطوة اللي هو ممكن انا اديك تطبيق سهل جدا سهل. بتيجي على جوجل بليزة هيك. وبتيجي على التطبيق. بتكتب هنا افلاش ثلاثة زي ما انتم شايف. هاي افلاش ثلاثة. وانا نزلته بتعمله فتح. هاي التطبيق. هاي قدامك. تطبيق رائع جدا. ومن زمان احنا بنستخدمه. وهذا بيعملك اضاءة طبعا بعد ديها بدناش نعمله تقييم. انا هاي منازله بتشغل اون. وبتفعل الخيار الاول بتفعل الخيار التاني. وبعديها بعد ما تفعل الخيارين هدول بتروح على الاعدادات. وبتروح على البطارية. هاي البطارية. وبعد البطارية فيها تشغيل التطبيقات. بتروح على ايش عفلاش. بتكون زيك مفعل ازرق. بتروح بتفعلها ايش وبزيك وبتضغط ايش وتضغط هنا موافق. عشان يتم تفعيلها. انت فعلتها. انت لها شغالة. وبتقدر كمان من اعدادات الفلاش تقدر تفعل مثلا بدك الواتس أب يعطيك اللي هو رنه يعطيك إضاءة مثلا المكالمات مثلا بد الرسائل تختار أي تطبيق يعملك الرسائل للستوديو يعمل لك اللي هو فلاش وممكن تتحكم في الفلاش لو أجينا هنا للتطبيق كمان نفسه التطبيق عملنا له فتح فيه هنا هيك فيه هنا كمان ممكن تتعمل عملية اللي هو في الاعداداته وين اعداداته هاي الفلاش هنا هاي الفلاش هنا لو لاحظت هنا تنزل تحت زي هيك في عندك سرعة اللمعان تحت الفلاش ممكن تتحكم فيها ممكن تتحكم هنا عند عدد الفلاش في تطلق الرسائل والاختارات ممكن يعني تتحكم في كل حاجة يعني هنا هيه تمكين الفلاش في الوضع اللي هو الرنين في الاحتزاز وفي كتم الصوت يعني انت بتعمل خيارات زي ما انت بدك تمام زي ما انت بدك وهانا تعطي الفلاش بداية وممكن تستخدم الفلاش سريع بطيء البداية لو انا جيت رانيت او رجيك كيف هنا مسلا هانا بدي راني على الهواوي هايو هايو بدي صار الهواوي شغال فيش مشكلة هانا بدي رسله رسالة اقول له مرحبا شوف يضغل ولا لا هايو راعش اللي هو فلاشه وتتحكم في الفلاش طويل قصير ايش ما بدك وبهيك بقدر اقول ان انا عملت اللي عليا ورجيتك الطريقة اه طه صح نسينا السامسونج حبيبنا السامسونج اه في السامسونج ارجيك كمان في السامسونج خلي نشوف السامسونج يعني احنا متأسفين يا حبيب نحس حول السامسونج هاي السامسونج اي واحد وسبعين يجينا هانا بنعمل هيك ونروح على الضبط في حاجة اسمها امكانية الوصول بعد امكانية الوصول في حاجة اسمها بعدها الضبط المتقدم بعد الضبط المتقدم في حاجة اسمها الاشعارات اشعار الفلاش فقول لك هانا اللي هو اشعار فلاش الكاميرا بدك تشغل ولا بدك تشغل اشعار فلاش الشاشة يعني الشاشة تضوي او ممكن تشغل اللي هو فلاش الكاميرا اللي في الخلف. وهنا بتقدر تشغل هادا او هادا او الاتنين مع بعض. هيوا تشغيل فلاش الكاميرا او اضغطة الشاشة عند تلقي الاشعارات او عند صدور اصوات المنبهات. في سامسونج اللي هو الاشعارات. ازا بدك المكالمات حط التطبيق اللي حقيتك عنه التطبيق فلاش ثلاثة. وحط ان شاء الله في صندوق الوصف رابط التطبيق اللي بتطبيق فلاش ثلاثة. علشان اللي بده ينزلوا ممكن نزل على جهاز وما في عملية اللي هو تلقي الرسائل أو المكالمات وبهيك خلصنا موضوع اليوم اعملون اعجاب للفيديو واشتراك القناة وفعلوا الجرس عشان يصلك كل جديد نلتقي في فيديو اخر ما تنسوا اخوانكم في فلسطين وخاصة غزة من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام